بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مثلت الطالبة لين الخليفة من مدرسة ابن خلدون الوطنية مملكة البحرين في الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر العام الأربعين للمنظمة بمناسبة الاحتفال بتسليم جائزة اليابان للتنمية المستدامة كما حضر الحلقة النقاشية السيد أودري أوزلاي المديرة العامة للمنظمة وزيرة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا باليابان والفائزون بجائزة اليابان للتنمية المستدامة وأكثر من أربعمائة من المسؤولين وأعضاء اللجان الوطنية والمهتمين اختارت منظمة اليونسكو مملكة البحرين لتبثل شبكة اليونسكو العالمية للمدارس المنتسبة لليونسكو لما تحظى به مدارس البحرين المنتسبة من اهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال التدريب المتواصل لمناسقي المدارس والمتابعة الدورية والتشجيع من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بدوره قام السعادة وزير التربية والتعليم بتكريم الطالبة لين آل خليفة بمنحها درع الهداية الخليفية بمناسبة احتفال المملكة بمرور مئة عام على التعليم النظامي مؤكداً أن هذه المشاركة المشرفة لمملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم قد جاءت تعبيراً عن نجاحها في تنفيذ مشاريع شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو والتي تغطي حالياً 92 مدرسة حكومية وخاصة تعمل تحت إشراف الوزارة من خلال عدد من البرامج المتقدمة لتدريب الطلبة على المهارات العالمية وعلى التفاعل مع التجارب الدولية والتواصل مع أقرانهم في مدارس العالم باعتبارهم مواطني المستقبل في الواقع نحن بدأنا هذا المشروع بعشرين مدرسة واليوم أكثر من 92 مدرسة حكومية وخاصة تنفذ العديد من المشاريع ذات العلاقة سواء على الصعيد المناخي على الصعيد البي وغير ذلك إن إنجاز مملكة البحرين اليوم يسجل بكل معاني الشكر والتغدير لجميع المدارس الحكومية والخاصة وإن شاء الله مسيرة التعليم من إنجاز إلى إنجاز وقد تم اختيار مدرسة واحدة من شبكة مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو لتمثيل الشبكة العالمية والتي تتكون من أكثر من 11500 مدرسة عبر العالم في 282 دولة لتحمل رسالة إيجابية للعالم عبر هذه المنصة العالمية وتعتبر الطالب لين الخليفة أول طالبة تمثل شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في فعالية مهمة خلال انعقاد المؤتمر العام وشاركت الطالبة في الندوة مع ثلاثة من ممثلي عدد من الجمعيات العالمية الشبابية المعنية بالمناخ والبيئة اتشرف اليوم بتمثيل البحرين وكل طلاب الشبكة لمدارس المنتسبة لليونسكو ولقد تم اختيار البحرين من بين كل دول العالم لتمثيل هذه المدارس وأنا اليوم بأشكر وزارة التابعة والتعليم على إتاحة هذه الفرصة لي عشان أمثل البلد للبحرين وكان الدكتور علي القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج قد حضر هذه الندوة وأكد بأن اختيار طالبة من مملكة البحرين يتناسب مع احتفالية مملكة البحرين بمئوية التعليم النظامي الحقيقة مع احتفالية مملكة البحرين بمرور مئة عام على التعليم النظامي وهذه احدى ثمراته نحن الحقيقة فخورون جدا بهذه الطالبة وفخورون بما حقق تعليم البحرين هذا يعني مجرد دليل واحد من أدلة كثيرة جدا على أن التعليم في مملكة البحرين وصل إلى مرحلة متقدمة وهذا نتيجة الحقيقة الدعم الكبير جدا من صاحب الجلالة حفظه الله من حكومته الرشيدة وأيضا الشعب البحريني الذي يثمن التعليم ويدعمه التعليم بقيادة الدكتور ماجد النعامي فأنا حقيقة وفن مملكة البحرين بهذا الاختيار إن اختيار طالبة من مملكة البحرين لتمثيل طلبة المدارس المنتسبة في العالم يعد اعترافا بنجاح وتطور هذه التجربة في المملكة وقد جاء كل ذلك بفضل الجهود الحثيثة لفريق عمل لجنة شبكة مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو وبفضل المتابعة المستمرة والدعم المتواصل من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعامي وزير التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر